القراءة النهاردة قراءة الدوري المصري الممتاز ابدأ لكم بمباريات الجولة الاولى وامشي بعد كده على مباريات الاهل والزمالك في الدوري هذا الموسم هيواجهه مين تعال نروح للجولة الاولى نارية جولة الاولى نارية حلو ان الدوري يبدأ سخني كده وكل عرب هيواجه بلدات المحلة وبلدات المحلة فرقة محترمة جدا وكل عرب من الموسم الماضي فرقة محترمة جدا مع كابتن شوقي غريب طلع الجيش مع البنك الاهلي الداخلية مع امبي فاركو مع فيوتشر والاهلي مع المصري مواجهة جماهدية كبيرة كبيرة يعني الاتحاد سكنداري هيواجه السيراميكا كليوباترا والتين عملوا صفقات محترمة جدا زيد افسي الوافد الجديد العامل برضو صفقات محترمة جدا مع الاسماعيلي اللي يتوسم في الكابتن اياب جلال انه الامور تبقى احسن الموسم ده سموح هيواجه الجونة وبراميز والزمالك في اقوى مباريات هذه الجولة مع مواجهة الاهلي والمصري دي مباريات الجولة الاولى تعال بقى نروح لجدول مباريات الاهلي في الدوري هذا الموسم حامل اللقب في الجولة الاولى الاهلي هيواجه المصري البورسعيدي الجولة الثانية هيواجه السيراميكا كليوباترا الجولة الثالثة هيواجه الاسماعيلي في الجولة الرابعة هيواجه الجونة في الجولة الخامسة هيواجه بلدية المحلة وفي الجولة السادسة هيواجه المقرون العرب ثم في الجولة السابعة هيواجه سموح في الجولة السامنة هيواجه زد وفي الجولة التاسعة هيواجه الاتحاد السكندري بعد كده في الجولة العاشرة مواجهة الكلاسيكو مواجهة ديربي مصر كمة الكرة المصرية الزمالك والاهلي في الجولة الحداشر فاركو هيواجه أو الاهل هيواجه فاركو في الجولة الاثناشر الاهل هيواجه الداخلية وبعد كده في الجولة التلاتاشر هيواجه تضايع الجيس ثم في الجولة الاربعتاشر هيواجه بيراميدز في الجولة الخمستاشر هيواجه البنك الاهلي ثم في الجولة الستاشر هيواجه امبي وأخيرا نهاية الدول الاول الجولة السبعتاشر هيواجه فيوتشر وبعد كده المباريات تعاد في الدور الثاني بنفس الترتيب ماذا عن نادي؟ الزماليكم وراءاته في الدوري هذا الموسم هيبدأ بمواجهة نارية زي ما قلنا قدام براميدز وبعد كده هيلاعب المكون العرب ثم البنك الاهلي وبعد كده سموحة وفي امبي بعد كده زد ثم فيوتشر في الجولة السابعة في الجولة الثامنة هيواجه الاتحاد السكندري وفي الجولة التاسعة هيواجه المصري وبعد كده في الجولة العاشرة زي ما قلت لكم هيواجه الالب في قمة القرى المصرية وفي الجولة الـ 11 هيواجه السيراميكا كليوباترة وفي الجولة الـ 12 هيواجه فاركو ثم الإسماعيلي وفي الجولة الـ 14 هيواجه الداخلية في الجولة الـ 15 هيواجه الجونة ثم في الجولة الـ 16 هيواجه طلاع الجيش وأخيراً هيلعب نادي الزمالك مع بلدية المحلة في ختام الدور الأول ده ترتيب المباريات